أخي نظار لو تسمح لي أضيف حاجة كمان مش بث لهذه العائلة المتقلمة لكن لأي حد بيكتب في الألم إحنا مش مطلوب مننا أننا نفهم حكمة الله دائما الله لا يجاوب عن كل أموره ومش ملظم أنه يديني تقرير مفصل هو ليه تمح بكذا أو ليه عمل كذا لو الله أعلن لي عن حكمته أنا بكون شاكر وممتن لكن لا والله ما أعلنش لي عن حكمته أو أنا ما فهمتش من المؤكد اللي أنا مش فهمه تلوقتي أفهمه بعضين واللي أنا مش فهمه هنا هفهمه هناك اللي بترث لتتفهم الآن ما أنا أطنع لكنك تتفهم فيما بعد علينا الناثق في حكمة الله الله حكيم ولا يمكن أبدا يكون ما عندوش أثبابه لما نكتب فيها دكتور أسامة في نقطة كتير كتير مهمة ومرات إحنا كمسيحيين بنتنازل أو منقلل من أهمية الموضوع يعني في الكلمة في الإنجليزة سيادة وسلطان وهيمنة الله المطلقة يعني مش كل شيء بنفهمه لكن الله كلي السيادة فإزاي نفهم سيادة الله في كل الظروف في كل الأوضاع في الأوضاع اللي عم بتصير حاليا بين إسرائيل وبين غزة بين حماس الله هو السيد الكلمة الأخيرة إله السيادة إله السلطان مرات إحنا منضعف هذا الشيء من حول كأنه نلوى الدراع الرب بشوية صفات أخرى نقلل أو نقلل من أهمية سيادة الله كيف تفسر هذا الموضوع؟ كل ما كان الشخص أي شخص مش بتكلم عن الله أي شخص عنده سلطان وعنده سيادة بيسمح بحريات الأشخاص الآخرين لما بيكون الشخص ديكتاتور ده مش قوة لكن دي ضعف والله مش بتضعف حاشا أنه يكون اللي يخلي إبليث مقيد والأشرار مقيدين لكن الله مهيما وبالرغم من كده إبليث بيقول في كل الأرض يثقلوا من أين جئت يقولوا من الجوالان في الأرض والتمشي فيها الله بيترك أحيانا الأشرار يفعلون ما يريده فعاوذ أشوف هذه الأمور أنه الله فيه مطلق ثياته وثلطانه لكن هل الشيطان شغال الإجابة؟ نعم هل الأشرار ليهم مؤامرتهم وليهم مشورتهم وليهم خطتهم؟ الإجابة نعم الله بقى في حكمته إذا يهيمن على كل هذه الأمور علشان تقول لخير ومجد أولاده دي حكمته بقى اشتركوا في القناة